مشاهدين الكرام متتبعي قناة البلادين ما كنتم أصعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى موعد أحوال الطقس عن حالة الطقس المتوقعة لأمسية اليوم بحول الله أو لنهار اليوم بحول الله يعني الأجواء فيها استبقى ملبدة خلال الصباحة على المدن الشمالية للوطن وستكون أكثر كثفة فيما يخص المدن الساحلية الغربية وصولا بالمرتفعات الداخلية الغربية والوسطى ولكن استبقى دائما بدون فعالية أما الغيوم المسجلة على المدن الساحلية الوسطى وصولا بالشرقية كذلك المدن الداخلية للوطن الوسطى والشرقية فالغيوم المسجلة فيها استبقى جزئية ستتلاشى بداية من الظاهرة وخلال نهار اليوم ستتناول فترات صفاء وأجواء غائمة أما على شمال سحراء الأجواء الكليا ستبقى صافية على العموم عكس أقصى الجنوب وصولا بمنطقة الهوغر والتسلي أين ستتشكل بعض الغيوم الجزئية ولكن استبقى بدون فعالية مع استمرار دائما هبوب بريح على الجهة الجنوبية الغربية وصولا بوسط السحراء درجات الحرارة دائما استبقى عالية على أقصى الجنوب وصولا بوسط السحراء أين ستتراوح فيه درجات الحرارة ما بين 44 إلى 45 درجة على شمال السحراء وصولا بالجهة الجنوبية الشرقية للوطن ستتراوح ما بين 37 إلى 41 درجات تندوف بنسبة للمرتفعات الداخلية للوطن يعني كأعلى من قياس سنسجله بالمرتفعات سيصل إلى 32 درجة 26 بالعاصمة 29 على كل من جيجل سكيكدا عن نابا كذلك طرف 28 درجة على مستغانم وهران وصولا بيت لمسان أما على المدن الداخلية يعني كأعلى من قياس سنسجله بالمدن الشمالية للوطن سيكون بالمدن الداخلية الوسطى ستصل في درجات الحرارة إلى 37 درجة 37 كذلك سنسجلها ببشار أما حالة الطقس لأمسية اليوم إن شاء الله بالنسبة لأمسية اليوم بحول الله يعني أجواز تبقى ملبدة كليا على المدن الشمالية للوطن كما قلنا يعني صفاء سيمتد إلى غاية نهاية الأسبوع إن شاء الله خلال أمسية اليوم بحول الله الأجواز تبقى ملبدة كليا على المدن الشمالية للوطن من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض القطرات الخفيفة على أقصى السواحل الغربية للوطن خلال ليلة اليوم إن شاء الله ولكن باقي الولايات الشمالية فالأجواز فيها استبقى ملبدة ولكن بدون فعالي نفس الشيء سيميي شمال الصحراء متجه نحو الجهة الجنوبية الغربية عكس تقريبا باقي الولايات الجنوبية إن الأجواز فيها استبقى صافية على العموم بالنسبة لدرجات الحرارة لأمستة اليوم إن شاء الله درجات الحرارة كأعلى مقياس سنسجل على تراب الوطن سيكون بوسط الصحراء تقدر بـ 26 درجة وصولا بأقصى الجنوب 25 على شبار صحراء 20 بـ 21 درجة بمنطقة الهغار والتسلي على العاصمة وصولا بأقصى سواحل الشرقية للوطن درجات الحرارة في السطراوح ما بين 17 إلى 18 درجة 18 كذلك سنسجلها بالمدن الساحلية الغربية وصولا بالمرتفعات الداخلية الشرقية للوطن أما على البيض كذلك العامة فلا تفوق عن 19 درجة بالنسبة لحالة البحر إن شاء الله البحر تقريبا سيبقى قليل الإتراب خلال الصباحة على المدن الساحلية أو السواحل الغربية للوطن وسرعة الرياح صدر وحما بين 20 إلى 25 كيلومتر في أسعى ولكن بداية من الظاهرة إن شاء الله البحر سيبقى هادئ على طول الشريط الساحل وستكون إتجاه رياح سيكون تحت تيارات شمالية الشرقية فيما يخص وقت غروب الشمس بالجزء العاصمة وتواحيها لنهار اليوم إن شاء الله سيكون على فيما يخص وقت غروب الشمس في انتطار الصورة سيكون على الساعة السابعة وواحد واربعون دقيقة أشكركم على طبيب الإصغاء والمتابعة سوف أفتركم إلى اللقاء